أكبر خطأ أنت بتعمله أثناء فترة التنشيف اللي هي خسارة الدهون مع زية الحجم العضلة في نفس الوقت أنك بتيجي تجايم نفسك في العضلات أو حتى الدهون عن طريق ورقة الانبادي ورقة الانبادي دي يا جماعة لا يعتمد عليها النهائي بس مجرد مؤشر في الدهون يعني هي ممكن تقولك أنك خسرت كيلو دهون وأنت خسرت مثلا 2 كيلو أو خسرت نصف كيلو هي مؤشر بس بيقولك أنت ماشي صحة ولا غلط وكمان ساعات لما تيجي تبدأ توصل لنسبة 15% دهون أو أقل بيبدأ يخرف أكتر بتليه أنه مزود لك الدهون وفي نفس الوقت مخسر لك العضلات وإنت بتكون شايف في جسمك لا ده أنا شايف تحسن ده المأسات متحسنة بس الانبادي بيخرف أنا في الفيديو ده هشرح لك ليه الانبادي بيخرف من ناحية العضلات لما تيجي تلاقي واحد بينشف بيبدأ يخسر الدهون بيجي بعد فترة مثلا يبدأ إلى إن الانبادي قال له انتخسرت نصف كيلو عضلات أو كيلو عضلات ده بدأ بيحصل ليه طبيعي أن العضلات 70% منها مياه المياه دي تتخزن في هيئة جولولكيجين إن أنا النهاردة لما أبدأ أكل نشويات والكاربوهايدريت الجسم بيحولها للجولولكيجين وبتخزن داخل العضلات عشان كده العضلات بتبدأ تتنفخ فعشان كل جولولكيجين اللي هو النشويات الكاربوهايدريت تتخزن بياخد معي أربعة جرام مياه فعشان كده بتلاقي إن العضلة 70% منها مياه أول ما أبدأ أخس ببدأ أعمل إيه؟ أو إيه العنصر اللي أبقال له؟ شاطر هو الكاربوهايدريت اللي هي النشويات والسكرية فأول ما أبدأ قللها طبيعي جدا إن المياه داخل العضلات بتبدأ تقل فالإنباضي يقولك إن خسرت عضلات لأ إنت بخسرت عضلات إنت بخسرت مياه داخل العضلات مالغاش علاقة بالليف على العضلية كان معكم عامر شعراوي السلام عليكم